يعاني قطاع التعليم في العالم العربي من أزمات مزمنة تتفاوت حدتها بين دولة وأخرى تبعاً لتفاوت ما تبذله حكومة تلك الدولة من جهد للارتقاء بمستوى التعليم فيها وبحسب الباحثين فإن ثمت علاقة ترضية بين الاستقرار السياسي ورفاهية الاقتصادية في أي دولة وبين أوضاع القطاع التعليمي فيها وعليه فإن واقع التعليم في الدول العربية يظل محكوماً بهذه العلاقة فأكثر الدول العربية تعاني من مشكلات أمنية وأزمات اقتصادية مزمنة ناجمة بدورها عن صراعات سياسية باتت تهدد مستقبل هذه الدول ويؤكد الباحثون أن التراجع التعليمي في العالم العربي يعود في المقام الأول إلى نقص التمويل إذ إن موازنة التعليم في أكثر الدول العربية تتسم بالضعف الشديد وتكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن موازنة التعليم قبل الجامعي للعام الأخير في مصر مثلاً قد بلغت نسبتها 1.2% من الناتج القومي الإجمالي وهي نسبة تقل كثيراً عن المعدلات العالمية التي تزيد عن 4.5% من الناتج القومي الإجمالي لأي دولة كما يعود تراجع التعليم في الدول العربية كذلك إلى التحديات الهيكلية في نظم التعليم تلك التي تتعلق بالبنية التحتية ونقص الأبنية والوسائل والمعدات التعليمية وكذلك إهمال البحث لتطوير المناهج وتدريب المعلمين الأمر الذي يؤثر سلباً على التعليم وجودته وبينما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إيجاد نظم تعليمية يمكنها دعم المجتمعات والاقتصادات النامية وتحقيق أحلام وطموحات الشعوب حول العالم تؤكد أبحاث منظمة اليونيسكو الأممية على أن توفير التعليم للأطفال هو السبيل لتفادي السقوط في دوامة الفقر وللتطلع إلى مستقبل واعد وحياة كريمة ليس في الدول العربية فقط وإنما في العالم أجمع